أكدت وزارة البيئة أن الأزهر الشريف كان في مقدمة المؤسسات التي أظهرت الدعم لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وأسهمت بالأفكار والرؤى البناءة مشيدة بخطبة فضيلة شيخ الأزهر في الفدكان حول المناخ كذلك خلال إعلان مبادرة مناخنا حياتنا التي تتضمن تنفيذ قافلة أسبوعية لمدة عام وحملة توعوية شهرية و24 ورشة عمل وتدريب مئة واعظ وواعظة في مجال التوعية بتغير المناخ وذلك بالتعاون بين مركز الأزهر للفلك الشرعي وعلوم الفضاء والمراكز البحثية المتخصصة